مساكم الله بخير وحياكم الله في اليوم السابع ضيف الليلة مميز وشهادتي في مجروحة عتيج ومدير من نفس الوقت صاحب إنجازات كبيرة وايد ومتواضع وماسك في الأرض يعني نصح هذا التعبير أنا شهادتي في مجروحة وعزة أحتك في وايد في علاقات مستمرة الحمد لله استضيفها اليوم لأنه عنده إنجاز وايد عود نمتكلم عنه ومنه ننطلق على مواضيع ثانية وهو غني عن تعرف فأقول هيا كان الله أبو عبدالله مجمل نطوع في اليوم السابع هذه الاستضافة الثانية هياك أبو فاهد أبو عبدالله قبل سبوعين أو ثلاثة احتفلت بمرور 15 سنة على المركز العلمي نعم أبي هذه 15 سنة تقول إياها بالأرقام يعني أنا لا أفهمها أو أعرفها أن عدد زوارك طافوا الملايين نعم أبي هل إنجاز هذا الله الرحمن الرحيم شكرا لك بفاهد على الاستضافة الله سبحانك مثل ما تفضلت يعني مرتين حتى قلت لك يعني أعساس المشاهد ما يمل مني يعني هذه مرة ثانية شان نقول لا فيه في حاجي شان نقول فيه في مواضيع ثانية في مواضيع نقدر نبحثها معك أحمد الله يعني المركز العلمي طبعا تابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي مضى على افتتاحها 15 سنة في 17-4 عام 2000 يعني تم افتتاحها من قبل الشيخ يابر الأحمد الأمير السابق طيب الله ثراء وفي 17-4 عام 2015 شهر لطاف كمل 15 سنة دخل المركز العلمي 8 ملايين ونص 8 ملايين ونص زائر 8 ملايين ونص زائر بشكل عام بشكل يعني بجميع المرافق طبعا يعني هذا الان اعتقد انا لما ترى انا ما اقدر امدح المركز العلمي انا خلي المدح او الكلام على المركز العلمي سواء بالاطراء او بالنقد لزوارنا لجمهورنا لضيوف الليون لكويت يعني شوف الكويت بلد صغير وعدد سكانة يعني قليل قليل احنا لما نتكلم عن اليوم اليوم عدد سكان الكويت 4 ملايين وربع تقريبا منهم مليون وربع كويتي و 3 ملايين غير كويتي طبعا الشريحة المستهدفة لأي مرفق يعني وخاصة مرفق المركز العلمي انت مات انت مات يعني اتوجه حملتك التسويقية حق 4 ملايين وربع لكن الشريحة المستهدفة قد تكون مليونين ونص يعني على وجه لان بقية السكان من المطيني يعني ما عندها اهتمال او ما عندها قدرة او ما عندها اهتمام ان يكون يشوف كتا او ما عندها اهتمام ان يكون يشوف كتا 650 الف زائر بالسنة اه الف طالب بكل يوم يوميا يوميا خلال العام الدراسي الف طالب من جميع المراحل يعني هذا انجاز يعني مو سهل صراحة هو لا شريح التعامل مع شريحة شبيرة من المجتمع جميع شرائح المجتمع جميع الاطياف عدد الطلبة مدارس خاصة مدارس حكومية تبرمج لهم زيارتهم باص بنشر ولا باص اخترب طاف الفيلم شون تبرمج تعيد البرمجة تحط له فيلم ثاني او الدخل للاكواريوم يعني مسألة غاية في التعقيد وعلى الحقيقة افخر في الكوكب من الشباب والبنات من اهل الكويت اللي يديرون المركز العلمي ويواجهون الجمهور على مدار الساعة يعني من الساعة 9 الصبح للساعة 10 بالليل يعني خلال السنوات تكونت لديهم الخبرة الكافية لادارة هذا المرفض انهم يقابلون اطفال او يقابلون اسر او يقابلون مسؤولين كبار وجمهور يعني مسؤولين طبعا كبير كبار لما تكون عندنا يعني زيارة خنقول رئيس دولة وتعرف زيارة رئيس دولة لما يوصل المركز العلمي ومعها الوفد والحرس والحماية والحرس والنجدة وخبها طبعا نازل لنا اول المشطون المركز العلمي مع تشلاب وليسية وهذا ويطلعون نبر يعني بصة طويلة حريضة عشان تستقبل رئيس دولة ونقوم احنا بمرافقة الضيف الكويت في هذه المرافق وتسمع منه وكل رئيس دولة له قصة وله يعني حكاية مثل ما يقولون ويعني لو وقفنا عند كل رئيس دولة وشنو كان انطباعه وشنو كان اهتمامه وشنو كان تعليقاته اثناء الزيارة يبيلها كتاب وهنا ان شاء الله يعني لازم تكتبها ان شاء الله يعني مسجل بعض زي عندك ارقام بعبدالله يعني مثلا كم فيلم نعرض كم اللي هو اللي هو ساحة الاستكشاف او مسار قاعة الاستكشاف نعم كم لعبة تغيرت نعم في ارقام طولها الفترة هذه كلها طبعا هي كلها يعني مرصودة يعني احنا بالسنة بالسنة يعني معدل معدل اربع افلام بالسنة طبعا اذا دخلنا المهرجان الافلام اللي كل سنة نترك نسوي بالصيف بحدود الستة افلام فاذا دخلنا كل الافلام هذي بحدود بحدود الستين اعتقد خمسة وستين فيلم طول الفترة اللي فاتت خمسة عشر سنة زي هذا الفلم انا ابدأ بابي افهم قصة الفلم اي فيلم الستين فيلم ها الافلام منو يختار الفلم اشلون يختارونا نعم بعدين شو المراحل اللي قاعد تصير فيه الى ان يطلع للجمهور ابي وقت اش راح خذ راحتك يعني اذا كان في عندك وقت لان الافلام الايماكس اه تم ابتكارها او يعني تقنية ايماكس تم ابتكارها في عام اه تسعة وستين في تحديدا في كندا ومبتكرها اسمها اه جراهام جراهام فيرغسون وقابلتها انا شخصيا يعني الان تبير بالعمر اه يعني صناعة السينما بدت في بدت في ثمانية ملي متر اول كنا نستخدمها اول حتى يدزونها في الان بكرة صغيرة ثمانية ملي متر يدزونها قبرص يحمضونها ويبونها انا اذكر ايام العواخر الستينيات ثم تطورت تقنية صناعة السينما الى ستة عشر ملي متر وما زال يعرض يعني دور السينما كلها ستة عشر ملي متر اللي هو عرب الشريط ستة عشر ملي متر ايه يا هذا وفي عفوا ثلاثين وثلاثين ملي عفوا ثلاثين ملي الان موجود ستة عشر ملي اللي كنا نشوفه يوبونه المدرسة عندنا يعرضونا او او يعرضونا في في دور السينما القديمة سينما في قديمة الان اغلب دور السينما ثلاثين ملي متر يا هذا قران فيرغسون وطور هذه التقنية وسواه 75 مليمتر أرض الشريط وحدد اتجاه الايماكس أفلام علمية كوارث طبيعية حيوانات مثل الناشنال جيوغرافك مدةها قصيرة 40 دقيقة 45 دقيقة ماكسيمم شاشة عملاقة مؤثرات صوتية تصل إلى 8000 وات يعني لما وعدت السماعات السماعات الكبيرة موزعة بالسطأ بالسقف لما يصير في مؤثرات صوتية ممكن تهتز دجاجتك تهتز ترتك تطير من قوة الصوت طبعا نحن ما نتكلم عن 4D هذا موضوع ثاني 4D في شغلات مؤثرات ماي وكروسي يهتز ايه بالضبط هوى وروائح عطرية مثلا طبعا في عام 74 تم ادخال اول تجربة في البعد الثلاثي 3D لازم تلبس نظارة طبعا النظارة هذه هم لها تقنية هم بعد يبيلها تفصيل بالشرح العين اليمنى تشوف الصورة بخطوط عمودية بينما اليسرى تشوفها بخطوط وفقية فبالتالي تجمع الصورة وتصيك انها ملموسة والعين اليمنى تشوف المقطع قبل العين اليسرى بجزء من الثانية وتركب داخل المخ ببعد ثلاثي فصيك انها ملموسة فتشوف انها ايه بيطلع لك الديناسور يعض خشمك واليهال يعني متعتهم بال3D حتى يطامرون يعني يلمسون الوردة ولا يلمسون الحيوان ولا خرطوم الفيل واحنا نتفزز المهم انتاج الافلام هذي قليل ليش تكلفتها عالية جدا ولازم يدخلون سبونسرز معاهم يعني وعدد منتجين افلام الايماكس ما يتجاوزون عدد يعني عدد اصابع اليدين يعني عشر عشر منتجين والمكثرين او خنقل المنتجين عدل يعني خمس شركات والباجي مقلين يعني خنقل عشر طلعوا افلامهم افلام يطلعون فيلم بالسنة فيلمين بالسنة بالكثير الفيلم يطول ثلاث سنين عشان يسوونه واكثر بعد بعضها ثلاث سنين بعضها سبع سنين بعضها سنة ونص اذا كانت المادة جاهزة تكلفة عالية فدور السينما قليلة جدا يعني سينماات الايماكس اللي لما لما افتتح المركز العلمي سنة الالفين كنا احنا رقم ثلاثمية وخمسين اليوم في حدود الالف الف قاعة ايماكس بالعالم كله فقط يعني الف شوية شوية في العالم كله قائنا بدور السينما الثانيين طبعا امريكا بروحها فيها بحدود الخمسمائة قاعة ايماكس في اوروبا واليابان واحنا طبعا اول اول مركز في الشرق الاوسط في الشرق الاوسط يفتح اكواريو ويفتح سينما قاعة استكشاف عفوا سينماة الايماكس وكذلك قاعة استكشاف في مفهوم الحديث اللي هي التفاعلي بقى بقى جعلها بس نرجع حق الافلام ايه فينتجون بحدود الثلاث اربع افلام تيكم لسته احنا نحضر مهرجان الايماكس السنوي ونشوف الافلام اللي اللي انتاج السنة وافلام اللي قاعة اشتغلون عليها حق السنة اليعية وافلام تحت البحث حق اللي عقب ثلاث سنين اربع سنين فنختار الافلام اللي تناسب حلو خنقول المشاهد الكويتي طبعا في افلام لا يختلف عليها يعني المشاهد الكويتي والامريكي والاوروبي والياباني عنده نفس الاهتمام يعني مثلا كوارث طبيعية زلزال العصير المحيط يراير حيتان فيل اسد يعني اغلب ترى افلام الايماكس اللي بدت في البداية تسليط الضوء على حيوان واحد سلوكياته وشون يعيش وشون في الدب الشمال الباندا لا اهل الباندا وفي دب الشمال الابيض نعم البولار بير الحين حاليا يعرض الباندا من اروع الافلام الحقيقة ويعني من خلال هذا البرنامج ادعو الجمهور قبل لا يطوفهم الفيلم يعني بعد جيلة اربعة تشهر يعرض زين يتم يتم اختيار بعض الافلام نعرضها على شريحة من الجمهور ساعات فيه فيلم لا يختلف عليه يعني احنا صارت عندنا تجربة وخبرة ان هذا الفيلم يمشي مع جمهور الكويت وفيه فيلم والفيلم يكون عندنا نوع من التردد ينفع حق العيد ولا ينفع حق القيض الصيف ولا ينفع حق عطلة الربيع فنعرضها على شريحة اول طبعا نعرضها على المدرأ الادارات مجلس الادارة شريحة من الجمهور انا منهم انت منهم دائما واندش باستبيان ما تقصر واندش باستبيان نقول هذا زين ولا هفو زين الفيلم اللي يطوف الثمانين في المية من استبيان من الساتسفاكشن يعني اننا راضين عنه او ان الفيلم هذا ممكن يكون ناجح لازم يطوف الثمانين في المية يعني اقل من الثمانين انت ردد نيبة لان فيه يضل عشرين في المية قالوا ما قالوا لا قالوا يعني اوكي اوكي هذي بالنسبة لنا احنا نتردد منه يعني نخاف منه لان تحسب حساب انه ناس يجاملونك معنا نقولهم ترى موحنا نسويين الفيلم ايه احنا موحنا اشارينا زين خلي اختصر يبتو اخترتوه اخترنا الفيلم زين يدش المونتاج اذا هني عاد تبتري عملية يعني الاصعب غاية في الحقيقة الحقيقة هي مسئولية مسئولية انك توصل هالمعلومة اللي بالفيلم الى المشاهد الكويتي اول شيء ترجمة في مصطلحات علمية في مصطلحات فيزيائية في مصطلحات بيئية علمية علمية بحتة ما هي سهلة ما هي حوار عادي يتم ترجمتها وعندنا يعني عدت يعني خنقو المصادر للترجمة في ترى افلام كنا ننجزها حق الدكتور هيسيري الشامي كان في الامم المتحدة رئيس قسم الترجمة في اللغة العربية في الامم المتحدة عبر انترنت كان هو يترجمها وتخصصها فيزيائي الحين احنا في عندنا الآن مترجمين محليين ترجمونا الفيلم وقبما تم الترجمة تأخذ لها بحدود سبوع الى سبوعين احنا احنا في المركز العلمي الراجعة انا انا شخصيا اراجع كل كلمة وزملائي مدير الايماكس عبدالله شتيل نوافل ارداني مدير التسيق والعلقات العامة مديرة مكتبي هبو بريش عندها يعني ما شاء الله يعني تخصص انجليزي وعربي يعني كلنا اربع اربع مراجعات ندمجهم مع بعض عشان نطلع في النص النهائي وقبما نخلص انجليزها حق التدريق اللغوي يعني عندنا كان عندنا استاذ ابن الحميد بسيوني الله رحمه استاذ شمس راح مصر ولا رد احنا عندنا استاذ عبدالعال رزق واخرين حقيقيا دكتور عبدالحميد بسيوني معروف يعني هو خبير لغوي ضليع الله يرحم الله يرحم زينا ابا كمل بعد فاصل فاصل وراجع لكم الترجمة وانتو حيصوني الترجمة خلاص الترجمة تدقيق تدقيق واحتو استيديو اي الحين الاستيديو اول كنا نروح برا نسجل نسجل استيديوهات الموجودة في الكويت نختار يعني صوت اذاعي اذا كان نسائي او رجالي يناصب الشخصية يناصب الشخصية ساعات فيلم يصير في تسع شخصيات مرهق ساعات يكون شخصية واحدة مريح بعدين ندز حق الاستيديوهات الموزع عشان نسوي الدبينج اللي هو الدبلجة لا اوش انتو سجلون نسجل الصوت طبعا كم يطولون التسجيل كنا نروح برا استيديوهات اللي موجودة بالسوق بعدين انشأنا استيديو خاص فينا في المركز العلمي استيديو مجهز كامل كم يطول مرحيات الترجمة التسجيل اذا مذيع واحد صوت واحد بحلول الاربع ساعات بحلول بحلول الاربع ساعات اذا اكثر اذا اكثر لا على ميلة يومين لان برمج يومين من صبح لليل لا يعني ثلاث ساعات الصبح مثلا ثلاث ساعات للأصر وباشر ساعتين ثلاث ساعات ويعيد الجملة طبعا في جملة تعلق عند المذيع والمذيع ما تطلع عدل يعني مثل أذكر كلمة هبل 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 الموذيع مراضي يقولها هبل يقول هبل 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 يعني يرد يكررها حتى دانا ربيش في فيلم الباندا لقت معاها ناشنال جيوغرافيك مراضي تطلع وحتى هي يعني من كثر ما قالتها وغلطت فيها قامتت من الضحك لأننا بنهديها نبيت خلص مرأة طلعت كريكريا قامت تضحك قلنا على خلاص خلص نسجل فبالأخير سجلتها المهم عقب ما يتم من التسجيل ندزل حق أمريكا أو كندا أو يعني أوروبا يمنتجون يدبلجونا ويدزلنا نصر بعدين نعرضه نعرضه عرض تجريبي نشوف كل شيء تمام ثم نعرض الجمهور زين احنا دايما نسباقين حسب ما أنا فهمت منك في عرف الفلام يعني دايما نحن نجيب فيلم ويكون توا معهم صح صحيح ترى على فكرة يعني إحنا خنكون يعني شرعان شيحة طوائد يعني يعني كم آيماكس في الشر الأوسط حتى الآن يعني ترى بالكويت وفي 360 موجود آيماكس ديجيتل وفي واحد في في دبي يعني يقولون سكوه لأنه ما يعني خسروا شذي وواحد يقولون في لبنان بيش تصير مصار في مصر ما سكينا الجيش اعتقد تشتغل ما اشتغل بس ترى هذه الآيماكس بس احنا حتى على أوروبا سباقين ايه يعني نحرص نحرص ان نيب الفيلم اول ما يطلع اول ما يطلع اول ما يطلع نعم يا قبل أوروبا يا عقب أوروبا بشوية يعني نتزاما معهم طبعا من الأفلام المهمة عندك فيلم اطفاء الأبار وهذا ما من بدانا في سنة الألفين ولن يشغل إلى اليوم طبعا خفضنا عدد العروض في الأسبوع إلى أرض واحد يحرصون على لما يبنى الفيلم في سنة الألفين شوف عيننا يعني يدشون الكويتين يشوفونا يطلعون يبشون لأن فعلا مناظر يتذكرون الغزو اللي شهد الغزو بالآلام الغزو يبشون بالفيلم ويطلعون يبشون نشوفهم يعني حتى يقولون شانزين ما شفناه نتذكر الفيلم ما زالي عراض أعتقد يوم واحد أعتقد يوم السبت ساعة ثانتين ونص أو ثنائش ونص والأكثر اللي يحضرونه أجانب شقر أمريكان يحبون يشوفون التجربة هذي لما شافوها زين بهايند بسين أو خلف الكواليس فيه ستاف يشتغل يعني مثلا فيه حاجة عن نظارات التعقيم فيه حاجة عن أشياء ثانية ما دي شنو طبعا يعني هذا فخر بعل الحقيقة يعني للمركز علم أن اللي يشغلون البروجيكشن فوق البروجيكشن وهم كويتين كلهم كويتين ويعني غرفة فوق وبروحة ويشغل يركب الأفلام وهذا ويعني أجهزة دقيقة جدا وفيه الفيزيتر أسيستنت مساعد الزوار وهم يغسلون النظارات فيه مكينة خاصة فكل نظارة معقمة جاهزة ما فيه يعني ما فيه معقمة وظيفة خلينا نتقل إلى الأكواريوم اللي هو الهم الحواظ الرئيسي في المركز طبعا هو النصيب الأسد من الزوار الأكواريوم زي الأكواريوم نفس البرنامج طبعا قصة يابة الحيتان القروش أو القروش المشاكل اللي صارت أبي اليوم فيه مواليد بالأكواريوم مواليد اي ولا ما فيه هو ما يخلق من المواليد بس يعني شنو هو الأكواريوم عمر ما كان عمر ما كان بالعالم كله مكان حق يعني توليد الأسماك الأسماك داخل الأكواريوم لأنه هو نظام مغلق نظام ماء مغلق فيه اسمه Life Support System نظام دعم الحياة لأنه فيه الماء يتغير تغير ويتفلتر فعشان ينظف ينظف الشوائب يعني اسمته حالها حال أي مخلوق فيها يعني فابلات وفيها يعني كثير من الأمور قد تسمم الماء طبعا في البحر ينظف بالعالمين يعني البيئة يعني بحر شبير بس بالأكواري نازم الدورة ويتغير كل 90 دقيقة يعني كل 90 دقيقة يتغير كل هالماء اللي شوفه العين وقبت 90 دقيقة يتغير يترظف ويتفلتر فيسحب معه قد يكون بيض كرائي في عندنا behind the scene خلف الكواليس في عندنا أحواض صغيرة نجحنا في يعني تكاثر الجليفش دول الكلاون فيش اللي هو سمك المهرج عندنا الكاربت شارك الكاربت شارك اللي هو اللي هو بكله بالأرب هذا اليريور الكويتي نسيت اسم الصغيرون هنا تذكر اسمه بعض بعض وفقس من هو نجم الشو في الأكواريوم نعم من هو نجم الشو في الأكواريوم السان تايجر شارك السان تايجر شارك هذا اللي ما نقطع قوتهم لا السان تايجر شارك اللي هو أكبر قرش اللي هي بيبي بيبي الذيبة اسمها بيبي اسمها بيبي ورأيلها اسمها نشمي نشمي نعم هي الكبيرة هذه اسمها بيبي الذيبة بيبي نعم هي النجمة يعني هي الكبيرة عمر يعني وزنها وزنها بحدود المتين متين وثلاثين كيلو طولها ثلاثة متر وربع بندر العفوة مو نشمي بندر كان في عنده نشمي ونفق نفق لأسباب حتى شرحناه كذا ما كانت معروفة حتى زينا العينات بس الآن بيبي و بندر موجودين بي 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 نسميهم الله عبتها بيبي في بحدود الثمنتعش حوض عدة أحجام لعدة بيئات بحرية أكبرها حوض الخليج زين ليش نصيب الأسد إن هذا الأكواريوم هو نصيب الأسد من الزوار الناس طبيعتهم يحبون الأكواريوم يعني في أي بلد الأكواريوم دائما ناجح و دائما يعني مزار حق السياح في لندن في أمريكا أنا أشوف شياب ويلتشير وعياي يزيحبون يقعدون بس يطمشون عليك في عندنا واحد من الشياب يعني بصفة يومية يعني يروح يقعد بالويلتشير وتطمش على يطمش على السمج وقم يخلص يقول حق السري مالا دزني ودني حق فتح الخير المركب يتعمل ويشوف فالأكواريوم الحقيقة يعني تشغيلها غاية في التعقيد وغالي يعني تشغيلها غالي يعني مرخيص لكن الحقيقة يعني قاعم عليه يعني نخبة يعني من الشباب اللي الحقيقة أنا أفتخر فيهم الكويت كلها تفتخر فيهم يعني يغوصون ويعني ويبارون السمج الواحد يشوف السمج شحلوة وكذا لكن ما يدرون شنو قاعد يصير خلق الكواليس يعني عندنا نظام دعم الحياة اللي مسؤول عن هالأكواريوم علشان يكون الأكواريوم مالنا معترف فيه دوليا لازم يتم فحصها من قبل هيئة اسمها إيازا إيازا يوروبيان زوزان أكواريومز أسوسياشن علشان يكون الأكواريوم مالك معتمد أو خنقول معترفي عالميا يدزولك وفد ثلاثة أو أربعة على حسابنا يسكرون على حسابنا يستذاكرون على حسابنا أيون يقعون أسبوع كامل يفحصون كل شيء كل مراحل تشغيل الكواريوم حتى يطونك الشهادة أن هذا معتمد دوليا فأقوم ما خلصوا المهمة طبعا ماكوحد يتدخل في شغلهم كيفهم على كيفهم يو سلموا عليه شان يقولوا لي نبارك لك أنت عندك أو عندكم في الكويت The Rolls Royce of All Aquariums فهذه الحقيقة شهادة ومدناها الشهادة هذه فالاكواريوم الحقيقة في الكويت ما في شيء واندز عينات حسب طلب حتى في اليابان يعني يطلبون مننا بعض العينات اندزها لهم زي ما صعد حوادث أن غواصين مثلا جرحوا تعوروا مثلا شيء أنا خلط تجربة شفت الغواصين منزلون الحمد لله يعني حتى الآن حمد لله يعني ما عندنا إصابات بليغة يعني تصير ساعات أنا أنا غصتوا إياها مرة وعضتني السلحفة عضت السلحفة قشرة يعني ضغطت يعني ما عندها ضروس عندها منقار مثل طير مثل بي بي متو البابغاء إذا عضت تعض وقوة عضتها طن ألف كيلو ضغط مالتها ما عندنا الحمد لله يعني لا تفاول عيننا بفاهد عارض تدعو ما عندك من حوادث انت تتعامل مع يراير تتعامل مع يعني أسماك قد تكون مضرة لكن أخذ الحيطة والحذرة الخبرة التعامل اليومي مع الحيوانات هذه نص سانسون الأكل أطعام القروش وهذا شو فهذا الحمد لله احنا ترى يعني شو هذا ترى مو كل أكوريوم في العالم يقدم على إطعام القروش أمام الجمهور مو كل أكوريوم يسنح أو يتيح الفرصة للجمهور إنه يغوص مع هاليراير يعني باكم واحد عنده شهادة مثل غوص أو شيء ممكن ينزل اللي عنده شهادة عندنا برنامج اسمه الغوص مع القروش أربعة عشر سنة أقل سعر أقل عمر وفوق أربعة عشر فوق أقل عمر أربعة عشر فوق يكون عنده شهادة غوص أوبن ووتر يعني أقل شيء وتحت إشراف لا لازم يغوص لمدة من الساعة يمكن إحنا وخمسة خمسة كوريومات بالعالم اللي عندهم هالتجربة هذه كذلك طعام القروش زين أبي أنتقش أنا بمحور الثالث ويد مهم قاعة استكشاف نعم وفيها قاعة نجوم نعم شنو تنمي للطفل اللي يزور مثلا المركز العلبي يعني هذا يعني إحنا بالنسبة لنا إحنا ترى قاعة الاستكشاف هو المركز هو الرئيزي يعني هو الرئيزي يعني خلأ أقول لك بس تاريخي بسيط في السابق في السابق كان فيه متحف علمية وليس مراكز علمية مثل متحف العلمي اللي عندنا يعني نفخر فيه بس بحاجة إلى يعني بحاجة إلى مبناء يديد يعني أعتقد قاعة يسوه الحين مبناء يديد لا اللي في الديرة اين معه؟ متحف العلمي متحف التاريخ الطبيعي المتاحف عادتا دايما يطلب من الطفل لا تحجة لا تلمس لا تطلع صوت ماكو أكل ماكو شرب بس ديش شوف وطلع وهني الياهل طبعا مليء بالطاقة والمشاط فتنقعت عاخبة فطلعت فكرة المركز العلمي اللي هو التفاعل تعال تعال ألمس وتعال ألعب وتعال تحجة صوت عالي فكر وشارك في 68 سنة 68 في مكان اسمه The Exploratorium في سان فرسيسكو هني أول فكرة طلعت انه تهيب أجهزة التوضح وتسهل المواد العلمية اللي درسها الطفل أو الخنقول الطالب في المدرسة ومو فاهمها أي مركز علموي يفهمها نظريات الفيزيائية نظريات الكيميا يعني كثير من الأمور اللي اللي يسمونها Simplifying Science ف فكرة قاعة الاستكشاف هي نشر الثقافة والمعارف العامة عن طريق هذه المعروضات نغيرها كل ستة شهر كل ستة شهر في لعبين دي دا أو في ميدي دي هي مو لعبين نسميها يعني exhibit معرض يعني أجهزة عرض دعوة للطفل أنه يلعب لكن هو لما يلعب يتثقف يتثقف ويتعلم ويطلع أنا أذكر مرة المرات كان عندنا أجهزة أو معرض عن الكهرباء والمغناطيس المدرس أصر أنه يقابلنا إحنا كإدارة ويشكرنا واحد واحد يقولنا ترى عندي منهج بالفيزيو صار لي شهر وأنا أدرسه مراضي مراضين يفهمون أنتوا في جهاز واحد صغير وفرتوا الشرح كان معي الطلبة أفهموا الدرس من جهاز صغير فما في شك أن المعروضات هذه مهمة جدا حلو زين بعد الفاصل بكمل بس عن مواضيع ثانية خاصة نحن خاصة المعروضات العلمية بعد الفاصل مواضيع ثانية ففاصل واجه لكم قبل فاصل أتكلمنا عن المركز العلمي الكواريوم السينما الشغل اللي خلف الكواليس الحين أنا بمحور يفيدني أنا بشكل خاص وحتى هالجمهور وعبد الله أنت دارس في أمريكا مسكت مشروع اليوم هذا المشروع هو أيقونة الكويت أنا ودي أفهم منك أتكلم معاك عن التنمية في الكويت وين تحط التنمية في الكويت وشني ينقصها تنمية تنمية باللكويت يعني أنت مشروع أنت ماسكا مشروع تنموي يعني شوف أنت الحين سألتني سؤال كبير لا لا سؤال كبير والحقيقة يعني يبيل القاعدة يبيل فعلا يعني أنت لما تكامل عن التنمية لازم نعرف شني التنمية ما هو تعريف التنمية اليوم ما عندنا تنمية طبعا ما عندنا التنمية واقفة صار لها أكثر من أربعين سنة كل أسف الكويت اليوم يعني وضعها أنا ما بي أتشاؤم لأن التشاؤم معنات الموت يعني معنات خلاص انتهت يعني لكن الوضع مو زين الوضع بالكويت مو زين يعني اليوم احنا بالكويت نشوف الشباب الشباب وشنو اتجاهها وشنو اهتمامها وشنو وين رايح خلك من التنمية انت الحين شون تسوي تنمية من غير ما انت تكون جيل واعي حق هالموضوع اليوم احنا بالكويت عددنا مليون وربع ويخدمنا ثلاث ملايين عدل هل الثلاث ملايين كلهم هذين يعني ضروريين طبعا الجواب لا اليوم الكويتي اصبح يعني ينظر الى الدول اللي حوالي ويشوف يشوف في تطور وفي ازدهار وفي تنمية وفي نشاط تجاري نشاط اقتصادي ويجد نفسه مو بس واقف لا قاعد يرجع قاري فاصيب بالانهزامية ونصيب بالاحباط فتلقى كله بيتهاوش يتهاوشهم على كرسي بالطيارة شفناه بالواتساب يتهاوشهم في المولات كله دازين عمرهم بالشارع ويلزق وراك بالدعمية ويترق لك وخر ما وراه شي ترق تنشن ما وراه شي الشعب كله تنس همه انه ياخذ يعني تسمون هذا الكوادر الكادر معاش تضخم المعاش كله يروح على مصروفات مستشفى سنع ماكو يروح مستشفى خاص ففلوسة كلها رائعة حق يا علاج خاص طبعا العلاج الخاص حتى يعني ما يحقق طموح كثير من الناس تحافتت الناس على العلاج بالخارج وساطات مع عضاء مجلس أمة أو أصحاب النفوذ لدرجة أننا نسمع يعني احنا فكاهات يعني بالدواوين أخبار نسمعها وبعضها صحيح الحقيقة يعني واحد طلع على دم البذونة والدود والدود لاجب الخارج أني حق التعليم يعني الواحد يستحي يقول أن أنا عيالي في مدارس حكومية لش ما تحط مدارس خاصة حتى لو تحط في مدارس خاصة عيالك المدرس يقول لك تبي تسأله سؤال الطالب يسأله سؤال في مدرسة الحكومية أو الخاصة يعني أقل شوية يسأل السؤال المدرس يقول له تعال أنا أكل بيت أفهمك زيادة فرب الأسرة راحت فلوسها على العلاج تعليم على التعليم نتكلم عن العمالة يعني اليوم أسرة صغيرة توها مزوج عندها طفل طفلين نلقى عندها خدامتين ثلاث أنا شايفهم بالأذنيو أبو وزوجه وولدها ثلاثة وراهم ثلاثة على ثلاثة مئة وستين دينار ما عاشت أجار ساكم ستين مئة دينار فبالأخير آخر الشهر ما عنده أولا فلس ينطل المعاش الآخر هذا وضع الكويت اليوم ماكو تنمية اليوم شوف الشباب شنو اهتمامهم مخرجات التعليم شنو يا أبو فهد يون ناس ما يعرفون يكتبون خرجين ثانوية لا يقرأ ولا يكتب وإذا كتب ما يعرف الفرق ما بين التال مربوطة والتال مفتوحة آآ احنا بلوك أهل الكويت نقلوا بالغين قاف والقاف غين يعني هذه مقبولة هذه لها جكنة لا لا بس يكتبها غانون يكتبها بالغين أغون غانون غانون يكتبها يعني أقول لك مخرجات التعليم جدا سيئة آآ الشباب اليوم ما رايح يعني يعني أبس لك سؤال ثوح صائية شوف مدة المدة اللي يقضيها الشاب معه الموبايل يعني هذا الموبايل يعني شكثر يقعد كم ساعة يقعد الموبايل يطيق في هالموبايل واهتمامهم في هال يعني في السوشل ميديا حق شنو وليش وشنو الفايدة وتحولت ناس يعني حتى شباب وبنات صغار حتى عمرهم 22-23 تلقى عندها مليون وربع وبعضهم يعني لا تنتمي لهذا المجتمع يعني حتى ما عندها جنسية كويتية ومن ثقافة أخرى ومن من من عادات أخرى تلقى يتابعونها مليون مليون ونص شوف القيم اللي تتسرع وشوف المسلسلات اللي قاعد تصير وشوف يعني المجتمع اليوم أصبح ويت سربي مو مجتمع تنمية لا حكومة يعني تحت سمع ونظر الحكومة يعني كل اللي قاعد يصير لا حكومة مهتمة بالتنمية ولا مجلس القوانين عندنا أصبحت يعني خوش قوانين واير عندنا قوانين بس عدم تطبيقها قانون البيئة من أحسن القوانين توصدر يعني مصالسنا وفي تغليض عقوبة زين بحرنا لمحين يعني 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 لابد من تدخل السريرة وابد من الحياة كلها يعني أنا زين إذا أنا بقول لك أبي تنمية شنو يعني شنو ما فو أسوي ثقف جيل لا الموضوع عودي يعني ما نشخص ما نقدر نشخص في هذه الحلقة بوفهد يعني هو نظام كامل يعني نظام دولة يعني مشروع دولة تغني عندك أنت أزمة وفي يعني مثل ما يقولون management crisis يعني إدارة الأزوات إي crisis management أنت عندك أزمة لازم تحلها لازم تتيب ناس يعني يفهمون بهذه الأزمة وشخصونها ويحطون فريق عمل وترصد لها ميزانية والله ما راح تكون وايدة وناس حريصين أهم شيء أن يكون حريصين على هذا البلد وعندهم أمانة في إنقاذ هذا البلد البلد اليوم ما يبشر بخير وأمام السراعات والأوضاع السياسية عندما تكون في تنمية لازم يكون هناك في استقرار اقتصادي ولا يكون هناك اقتصاد اقتصادي إلا باستقرار سياسي فأمام هذه التحديات وأمام هذه الأمور حرب هالصوب حرب هالصوب يعني من إن ولدنا نشوف الأكبر مننا يسمون الأخبار 20 مرة هذا الموضوع ما نشوفه في أمريكا وأوروبا خلاص نطلقوا يعني إحنا اليوم شنو شنو يحرقنا يعني ماكو شيء يعني ماكو يعني لا رب العسرة مو مهتم الأوم مو مهتم مو مهتم العيال ضايعين اليوم إحنا العبد يبيلنا إنقاذ صراحة ما بيأتشاعة مثل ما أقول نظل إحنا في عندنا التفاعل لكن عقني شيء أتفاعل مننا يعني ماكو شيء ما أشوف شيء أنا أتفاعل مننا وإحنا خايفين على هالأجيال اللي تايهين زين يردشون جامعات وتيب لك مدرس يبول لك مدرس خصوصي وساعة المدرس الخصوصي مع الجامعة 20 دينار وساعة الثنوية أنت بالجامعة ما يتمنى درس خصوصي بعبدالله شلون بالجامعة ما يتمنى درس خصوصي في أمريكا أكون درس خصوصي كان زين ماكو في أمريكا إذا ما تتعب على روحك وتيبها بذرائك ولا محد يقطونك بالشارع صج والله زين في مشروع أنت ما أنت بيتكلم عنه بسألة وديتكلم عنه اللي هو جراند زو هذا مشروع أنا أسمع فيه إنه في جراند زو في الكويت الحديقة الكبيرة الحديقة الحيوان الكبيرة مو عندنا هذا مو عندكم سهابه ليش ما يصير هي عمل الزراعة ليش ما يصير لا لا بيصير إن شاء الله بيصير إن شاء الله تطلبوا سشاراتك أو أنك يعني إحنا قاعدنا مع بعض يعني في في يعني القيادين بعض القيادين في هذه الزراعة قاعدوا وياننا يعني كان البلدية خصصوهم أرض الحين في طريج اللي هارة وراء اللي هارة صوب سليل بك الصوب مساحة شبيرة يعني مليون ونصف أعتقد متر مربع لقامة حديقة الحيوان الكبرى ونتمنى لهم التوفيج تتوقع تصير ما هذا هو إذا في يعني عزيمة في قرار وفي إخلاص يعني اليوم محتاج إلى إخلاص طبعا أنا ضد المشاريع الحكومية أنا يعني أعتقد لا المشاريع هذه لازم تكون تحت قطع الخاص مشهور الحكومة ما المفضل تسوي شي يعني يعني في أي بلد في اليابان في الأوروبا في أمريك الحكومة في أمريكا ما في وزارة أشغال في بلدية تنظيم ما ماكو وزارة كحربة ولاكو وزارة في شركات الدير شركات بس يكون مهمين على تحت البلدية مسؤولة سيتي سيتي هول مسؤولة عنها إذا فيه إخلاص شوف الميزانية موجودة الفلوس موجودة وكفاءات موجودة يعني ما أنا شك في الكويت واللادة لأن الكويت يعيش الكويت يعيش في جو من الحرية والحرية هذه تعطيك خلاقها تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى توجيه من القيادة العليا الكويت تطمر تطمر بسرعة لكن إذا نبي يعني كل واحد ما تحرك إلا القبيلة والطائفة والمذهب والشلة وكذا ما رح نتطور ما رح نتطور أبدا رح نقعد مجتمع غلط كلها غلط حياتنا كلها غلط أكلنا كلها غلط حياتنا كلها الشغل ما قل شغل أنت شفت شفت واحد إيلا ما عاشه في البيت أو أنه يروح ويرجع ما يحللوا ما عاشته يعني يعني أنت تتكلم عن يعني الحين بلد تيب واحد تستورد عشان يقول الله أكبر ما فيها خير مؤذن ليش تستورد مؤذن ليش تستورد ناس يدخلون بيانات في المرور ما كويتين جنسيات العربية والآسيوية في كل مرافق الدولة زين هذه بلد فيها خير ما فيها خير خلنا انتغل ذاتنا عشان نصلح روحنا تيب واحد عشان يقول الله أكبر تيب واحد عشان يضبع يدخل بيانات جوازك أنت كويتي ما بيتكلم عن يعني أمور ثانية لأنه ما بيقلون ما خلا شيء إلا إلا تكره لكن الحقيقة اللي يعني اللي يبي يصلح لازم يشخص المشكلة أول شيء لازم تشخص المشكلة إذا شخصت المشكلة الطبيب إذا ما شخص مرضك ما راي عالجك راي تكتوه دولة غلطية راي ينرب فيك هاكت الدولة أبو فهد وتعليعك بسبوع يشوف الدولة هذا نفعله ما نفعل ويا ما رحنا لهم فأنت ما يعجبك الطبيب هذا تروحك طبيب ثالث يتودي الدول اللي أعطاك إياه أول ما شوف الدول اللي أعطاك إياه الطبيب يقول طبز بالها لا 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 الدولة غلط يعطيك سيسمع فاللي يدرسك قبل كان نفس الشي قبل كان نفس الشي كان مدرسين اليون الكويت كان في حاجة كان في نقص كان في نقص يعني شيخ يوسف بن عيسى الجناعي راح فلسطين أو الأردن وراح مصر وتعاقد ما كان في مدرسين وياه مدرسين من الإحساء على فكرة يعني من دوانية آل مبارك وما زالوا موجدين توني زايرهم أنا اليوم عندك مدرسين المدرس ما أغلبهم انتقادوا عمرهم أربعين 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 وراح تقل بلسهم منكسر بلسهم راح صج والله يعني ما في ترى على فكرة باليابان باليابان أعلى ما عاش ما عاش المدرس وعلى شهادة شهادة مدرس رابع وحتى أنت لما تجيب مدرسين من الدول العربية اكرمة وسكنة أنت محتاجة اكرمة على ساس لا يقدر هل يكون مكتاح عشان يدرس عدل وتراقبه وتسوي لكي بي يعني نظام تقييم سنوي تقييم وتراقب يعني حتى إذا تقدر تحط لك جهاز استخباراتي أننا منوع الدروس الخصية وإنت لازم تنجح الطلبة هذه ولازم تفهمهم وسوي لتقييم الموضوع شبير مفاهد يبير تشخيص صج والله ناس مخلصين من الديرة فاهمين الكويت فاهمين شنو ماضي الكويت شوف لازم واحد يعرف شون تأسست الكويت وسمع الكلام من أبوه ويده ونقله حق عياله علشان يعني عارف الكويت عارف من الديرة من الديرة مو مجلسين أول أمس يفهم بالديرة ويحلك المشكلة إخلاص وعندك الكوادر والكويت واللاده وميزانية موجودة تنحل تنهض نعم عطني أمل في مكازو علمي في شيء ديد طب تقع تنقز نت الحين نحن الحمد لله في عندنا توسعة توسعة إن شاء الله راح تبتدي قريبا إن شاء الله قريبا جدا توسعة المركز العلمي راح تكون هناك مركز للدلافين تسبح مع الدلافين بفاهد نسبحك مع الدلافين راح يكون هناك قاعات أكبر حق الاستكشاف قاعة شبيرة ألف متر مربع حق المعروضات الدائمة تختار مواضيع وقاعة أكبر ألف ومتر متر حق المعروضات المتنقلة نغيرها كل ثلاثة شهر كل ستة شهر كل سنة ومركز للمؤتمرات يعني قاعات ومسرح وشذيه حلو طبعا دلافين أنا لازم أسمي دلفين أي دلفين أنا لازم أسميه أنا قيله اسم يعني البالي يا سامي وايد تسميته بيبي وسميته بندر تسميه بفاهد لا 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 زين بس آخر شيء في عندكم أحافير تسمونها واش سمونها جداريات أحافير زين فاصلز أوكي هاي شنو قيمتها وشنو الناصر تشوفها أنا مش هتحد قاية تأملها شوف مثل ما احنا ردينا الموضوع أن الحافير هذه طبعا تفضل مشكورا الشيخ ناصر صباح الأحمد أهداكم نياها وإهدانا نياها الكبار اللي بره أين نعم اللي داخل أعطنا نياه وقال لنا هذي ترى باسم صاحب السمو وهو قال لي قال لي عمنا نهديها المركز العالمي وحطيناها داخل هذه الأحافير لها قيمة علمية ما في شك يعني يون طلبة الجيلوجيا وسوون أبحاثهم يعني يأخذون معلومات عنهم تعبنا في يعني عساس نحطهم نحط المعلومات المرافقة المرافقة لهم وحطينا مثل ما تقول توتش سكرين تأرف على هال لكن للمهتمين بس شو قيمتها قيمتها المالية مالية أسأل أبو عبد الله الشيخ ناصر الصباح الأحمد لكن هي ما في شك غالية الأثمان يعني خاصة الكبار لا يعني باهظة الثمن والناس مو عافها شو قيمتها أنا قاعدوا نشفت حيات قاعدة طالها يعني هذي احنا ما نقدر نحط قيمتها يعني عشاس نكسب اهتمام الناس بس كم صل لها أعمارها هو الأحافير هذه من 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 20 إلى 120 مليون عام نعم وموثقة يعني بال بالفحوصات يعني واللي أشرف عليها ساتذة يعني محترمين من جامعة الكويت فالليوح مركز علمي وهو رايح حق الكوارب خلينا نتباه حق الأحافير اللي علي سار وهو طال وهو طال علي سار إذا ما لأخلق وهو رايح أقوم ما يطلع عليمين إن شاء الله بابد الله الحوار معاك جدا شيق ممتع لأسف مر بسرعة أنا شاكر وجودك وستجابتك لنا اليوم سابعة تعبناك وأدي ضايقتك وقتك ما يسمح شكرا وأنا بس يعني ما بالجمهور أو المشاهدين ما بي يعني يحوشوا محباط وانهزامي أكثر من اللي هم فيه الآن من كلامي أنا أكون صريح أكون صريح علشان أنبه الناس ونحطي لنا الجرح نبه الناس يعني واحد متخرج من الجيلوجيا ما يعرف عنواع الصخور ما يجوز متخرج من الجامعة وتخصص الجيلوجيا والصخور ثلاثة أنواع يعني بركانية ورسوبية اللي يخذوها المتوصلة زين ومتحولة بالجامعة جيلوجيا يقول لي نسيت قلت له شون نسيت شو أنا متخرج من زمان قلت له من المتج أنا قلت له من 18 من 18 جيلوجيا معارف عنواع الصخور ما يجوز الحتي هذا إن شاء الله بشكو يا فهر عبد الله وأنت تعلم أنواع الصخور الأطريق تفشين الجدام العالم احنا نستور معكم ونشوفكم الخير نسبوع اليوم بمالله